حدثنا أبو نعيمين قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميعا قال حدثني عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري وجدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارثي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها كل جمعة وأنها قالت يا نبي الله يوم بدر أتأذن فأخرج معك أمرض مرضاكم وأداوي جرحاكم لعل الله يهدي لي شهادة قال قري فإن لها عز وجل يهدي لك شهادة وكانت أعتقد جارية لها وغلاما عن دبر منها فطال عليه ما فغماها في القطيفة حتى ماتت وهرب فأتى عمر فقيل له إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجريتها وهرب فقام عمر في الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم ورقة يقول انطلقوا نزور الشهيدة وإن فلانة جاريتها وفلانا غلامها غماها ثم هرب فلا يؤويهما أحد ومن وجدهما فليأتي بهما فأتي بهما فصلبا فكان أول مصلوب بينه حدنا أبو نعيمين قال حدثنا الوليد قال حدثتني جدتي عن أم ورقة بنتي عبد الله بن الحارف الأنصاري وكانت قد جمعت القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أنت أم أهل دارها وكان لها مؤذن وكانت أم أهل دارها ترجمة نانسي قنقر